موسيقى مرحبا أصدقائي أنا اليوم بمدينة كيل الألمانية اللي هي تقع في شمال ألمانيا رح أخدكم بجولة بسيطة في هذه المدينة الجميلة والقديمة وهي طبعا مطلة على البحر خلوكم معنا رح انفاجئكم بآخر الفيديو بفاجئة لطيفة لا تنسوا أصدقائي أنا اللي لفت انتباهي في هالمكان بالذات وهذا المسجد اللي صوت الأذان اللي فيه بيسمعونه في البيوت أنا أحد المفاجآت أنا كنت قاعد في البيت فاسمعت صوت أذان فاتفاجأت أنه هل أنا بسمع صح؟ معنو البيت ببعد يعني خمسمائة متر عن المكان هدا فسألت أخي قلت له شو قصة الأذان هدا فقال لي أنه هذا الجميل الوحيد اللي بيقدن علنا في هذه المدينة ومسموح له يعني الأذان في هذا المكان المحلات العربية هم انتشرة بشكل جميل ولا هم يعني وجود مثل مثلا هذا المحل مثلا المحل العربي حتى كتب اسمه بالعربي موسيقى إنساء كنت بعض الشبب stem موسيقى 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 المجرح ياججح اشتركوا في القناة مرحبا اهلا سهلا فيكم في مطعم وكباب سليمانية في مدينة كيل احنا صارنا فترة قصيرة فاتحين بس اننا قبل كانوا مشتغلين بالحلويات وبشغلات مطاعم وشغلات العربية هون عندنا اكلات بالاخص اكلات العراقية عندنا وجبات ساخنة عندنا مشاوي عندنا كباب عندنا الدجاج وانواع اشكال مشويات ونقدم احسن نوعية الاكل لزبايننا واهلا وسهلا فيكم باي وقت تعالوا عندنا ودوقوا وقرروا شو عندنا هون نجيب كل شي حلال اللحم مزبوح بمزبحة الاقراد العراقيين وعندنا حلال مية بالمية ويوميا يجينا لحم فريش كله جديد بتزيد عيش اشتركوا في القناة سبب اختيارك من المانيا هالمدينة بالذات؟ والله هي المدينة كيل هي يعني ايجا صدفة يعني جينا على المدينة كيل نحنا الحمد لله اسعارنا حلوة ونحن ما منغلي يعني نصلنا ست شرفة تحينون محل ما شاء الله طلع اسمنا ونحن بسوريا قادمين بهالمصلحة وكل عائلتنا يعني نشتغل بهالمصلحة يعني يعني عنا ورشة خياطة ونحن مفصلين ونقص كل شي يعني من الخيط لل والليدي رجالي نسائي والليدي رجالي نسائي كلنا نصدف ونصح كل واحد مثلا ما يخاف يعني يقول يا رب وتوكل على الله يعني يشتغل حاله يعتمد على نفسه يعني ما في شي وان صعب يعني يعني الانسان ما في شي عنده صعب يعني واحد بس يحط هدف في رأسه يعني يعمل هي ان شاء الله وان شاء الله وان شاء الله وان شاء الله رح نفتح لك المحل بشهر الجاية وسيكون مفاجأة حلوة يعني واسعار خيالية إن شاء الله إن شاء الله، الله يعطيك العافية شكراً جزيلاً العافية، منتساهم الله تعرف عليك كمان، الله تعرف عليك أنا إيساف المصري من سوريا، من مدينة ديمشا جيت لألمانيا إلى هون واشتغلت بمجال الأكل طبعاً المجال هذا بيختلف عن مجال شغلي بسوية طبعاً بس بهاي البلاد، كنت ماشى مع الظروف اللي أنت بيكون فيها طبعاً اشتغلت بمجال الأكل والحمد لله أصبرت جداتي واشتغلت أنا وصديقي وصديقي أنا بالشغل القديم كنت أنا وياها زملاء وفتحت أنا وياه هون والحمد لله يعني والحمد لله يعني والحمد لله يعني دلنا إنه لا يعجبه قبال العالم يعني والعالم الحمد لله مبسوطة بالاشياء اللي عمنا وانت اختصاصك كمال أنا بيشتغل باللفطور الفطور يعني الفلافل، الفول، فتن، سبحة تمام يعني هاي الأكلات اللفطور يعني حلو وزميلي بيشتغل بالشاورمال، همبر يعني شي الغدا يعني انت ما بيقوله ممتاز سبب اختيار الاسن بيت السوري؟ حلو بحكة منه نحنا جايين من سوريا وهذا السبب الرئيسي يعني الشي بيمثل البلد تبعنا والسبب الثاني أغلب زبانينا سوريين يعني الشالية الكبيرة هون بهي المنطقة القادن هنه سوريين حسو؟ ووتأول واحد بيحب يمثل بلده يعني انه شي أظهر لهالبل للعالم هاي شو سوريا يعني شو الأكل السوري هذا السبب الرئيسي يعني في كل مدينة تقريبا بألمانيا أو بالنمسا في البيت السوري يعني كمان ببيع مواطر إزائية هاي بيكون هو حابب يمثل البلد يعني حاببين أجي للحضارات المختلفة شوي يعني سوريا والحمد لله بشكل عام بتلعب ينجاحي يعني انه كل إنسان بمجاله بالأكل بالشغب بالتجارة وبتعرف السوريين ما بيقصلوا ما شاء الله عليه الله يعافيك والعافية اي والله الله يعافي المكان كم شخص بتاع؟ يعني تقريبا فيه ست طاولات وسبب طاولات أحيانا كل طاولة أربعة بس لاقينا صعوبات والبداية لأننا فتحنا بوقت الكورونا نحنا كمان يعني صار شوي الشغل صعب يعني هاي واجهنا مشاكل وزايد هلا شايف انت الغلاء الأوضاع يعني بشكل عام أسرع على الشغل بس الحمد لله يعني انه ماشيين ومود الأسعار كن مقبولة يعني يعني بالنسبة للسوق ايه تعتبر أسعارنا ايه كتير منيحة يعني يعني اه انا احيان بنزل فوت محلات بقارن بين يعني مو لأنه طبعا هذا الشي بخصنا الشغل بس بعمل مقارنة بطلع غير فيه نسبة منيحة يعني الحمد لله يعني بس نحن بحكم منطقة هون شعبية يعني تعتبر هاي القادة من منطقة شعبية يعني هاي بعم حاول انه السعب يتناسب مع العالم والحمد لله بالعالمين أهم شي انه العالم مبسوطة والشي اللي عم نهدمه يعني الله يعطيكم العربي الله يعافيه وفصل صعيدة فيك والأهل وسهلا فيكم شكرا لك أهل وسهلا في محصر بان سايد هيا شكرا لك شكرا لكم أي شيء شكرا لكم أهل وديه تماما كيئًا نعم��ك؟ سيحة جيدة جيدة ولكن سيحة جيدة وهي كذبك عن التى من الفائدة فما سيحة بالكبرة لمنع فقط كل أفضل والأورologic أفضل سيبسافة ولكن هنا هذه أفضل أنا أحبك بسن ثلاثة ماذا سعيد بالعربي كتير منيحة أنا دوماً بأجي لهم هيا بتاكل الشاور معنا الشاور مع سوري صحة معنا كتير وانت شاب سوري ساعدك هتكتشمع ماذا سعيد ها لاحظ تشمع 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 موسيقى مرحبا قرومي اعطينا انا وسائل اعرف عليك و اعرف ان عملكم في هذا المطاعم انا سالم الصباغ من سوريا من مدينة حمص كان عنده مطاعم و حبيت هوني نفس المصلحة فتحنا هذا المطاعم اشتغلنا برا و شفنا شوي السيستيم هون و فتحنا من حوالي سنتين تقريبا كانت بداي موفقة بس انو بعد شهرين اجت مشاكل كورونا و اضطريني انو تخفض الشغل كتير هاي احد المشاكل اجت من بداية يعني مانا حاليا نوضعها جيد يعني و امورنا تمام الحمد لله الاكل اللي بتعدموه هون في هالمطاعم شو هي؟ هلا نحنا منقدم فطور الصباح فتات فلافي طبعا انت معك شريك اي معي شريك اه شريك بيشتغل بالفطور انا بيشتغل بالغدا يعني بلوشكا كريس بي شيش شاورما هيك شغلات يعني مثل ما بقوله يعني انو مطعم مصغر يعني تماما ما قدرتنا هون طبعا بألمانيا ان يكون مطعم كبير الله يعطي حسب الامكانيات يعني الله يوفوهم من يوم الله يسلمك يا رب الله يسلمك شكراك السلام عليكم دخلنا على الجيمة اللي في اللي قلت لكم عليه الأدان مسموع حوالي المنطقة تقريبا 500 متر بيسمع الأدان من هون فهلا نحن دخلنا على المسجد مشان نقابل الشيخ طبعا الشيخ بيحكي تركي وطبعا هون معه الأخ كما بيحكي ألماني وتركي فرح نسألهم بعض الأسئلة انو كيف سمحوا لون يأدنوا بصوت عالي بهالمكان هذا نحن نسألهم نحن نسألهم ثم نسألهم ثم نسألهم تويرة. على حقًا لا يسكن تعنيت فى عقيدة ايضاء الوقت وقت سنواتي وعندنا فى الوقت وقت من الموقع أن نصرة ايضاء لتوقيت على حقًا!? انزاء هذه الوقت لمدة من القطقة هكذا لأن اوضعة من فكرة. ومع البقاء النساء الكثير من المسلمان كانت تتعلم بلهم؟ أو غير محفظة. لا، لا. لم نحن تحوير من الناس لم نحن لم نحن محفظة ولكن من المحفظة تصدر على صحيح السيقل فسنال محفظة، والطبع قدمت أن السيقل وكان من المحفظة أن المنزل الى المنزل الداخل من المنزل الداخل المنزل داخل شخص أعتقد أن كل ذلك سيارة هنا يأبون الجيد من الحكومية هذا الهياة Selذك كان لسناًس هناك في أن كانت كانت تقرأتها الكاملة كانت تقرأتها الكاملة من أساوة الكاملة ولكنت تُقرأتها الكاملة المسجد هذا ما شاء الله يعني عامر بأهله وسوكانه عم يقول انه في كتير ناس صارت تجي من غير مقاطعات ويستقروا في هالبلد بحكم انه في هون يعني مركز يعني مركز اسلامي بسيط للمسلمين الموجودين في هذا هذه البلدة طبعا هاد المكان برمضان عبيقولوا بسوه هون فيه افطار جماعي بيجتمعوا فيه المسلمين برمضان طبعا نساء ورجالا واطفالا هاد المكان هون هون كان مطبخ عبيقول بعدين سووه صار المطبخ تحت بس هاي مطبخ تاني تفرجوا ناشاء الله ناشاء الله ناشاء الله موسيقى المدخل اللي هون من هون طبعا الليه مدخل خاص النساء من هون الليه مدخل خاص يعني يقول النساء بتخونوا من هون الليه يعني من فاس خاص ما ونفس المدخل الليه يجب موسيقى موسيقى ازاربيجانه اصف مالك ازاربيجانه اصف مالك اصف مالك اصف مالك هذه الرسمة ألماني يرسم هذه اللوحات هذا الموضع هنا يقض فيه يعني معتنين فيه ما شاء الله تقريباً هل هناك الكثير من المسلمين في المنزل هنا في هذا المنزل في هذا المنزل في هذا المنزل في هذا المنزل هناك الكثير من المنزل هناك الكثير من المنزل وزناند، أصببس سألتمت بسرعة أو أربعة أربعة. بسرعة أربعة 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 سابقًا. شميع الأربعة السرعية لماذا تكونوا مؤثر هنااً؟ لأنني كـ جديد من sentى لقد كنتين فيها. كنت هناك فيها في العديد آخر. ولكن فيoration لديك الكثير من الربعاء ولكن لأن تتقالي تكون هناك مثل علامة البلال الحبشي يريد أن تحتوا هذا وكيف أصحاب طبيعا ملتعة لا أصحاب طبيعا ملتعة ولكن عندما لا تشغير طبيعا ولكنت ترجمة أيضًا نعم كل طبيعا يمكن أن تحتوا هذا الآن حلًا الله أكبر إن شاء الله إله إلا الله وأشهد محمد رسول الله حي على السلاح حي على الفلاح قد يخامت السلاة الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله هذا هو إقامة أزان أزان لكن الآن سوف نتعلم إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله شكرا 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 شكرا